للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين ومنتسبيها ستة أشهر دام تعليق العمل في مواقع التسجيل وإصدار الإجازات التابعة لمديرية المرور العامة في عموم العراق نظراً لما تشهده تلك المواقع من زخم بشري ولتراكم معاملات المواطنين المرور العامة تعلن عودة العمل من جديد لتسلم طلبات المراجعين وفق آلية محددة أي ضابط أي منتسب أضف راي مش معاملة أو رايدي مش معاملة أو راي يعني طب لي هنا مواطن ما جاء اسمه بالبواب ميلوم إلا ناس فأسني اسمه آخر الوكيل أقدمه أن شمره خارج المرور العامة ومكان بس الله يدر بي إحنا حتى نمنع الابتزاز اللي كان سابقاً يصير والهوسة والوجود المعاقبين بالخارج واتصال مع بعض الأشخاص الفاسدين ضمن الوحدة الإدارية اللي نشتغل بيها فوجدنا طريقة الإلكترونية من الشهر الأول بعد هذا ما عملنا بها هي العمل وفق البوابة الإلكترونية يعني المراجعة راح تكون فقط على البوابة الإلكترونية فأنصح المواطنين لا يتوسط ولا يتعب روحها ولا أصلاً ولا تمشي معاملة حتى لو يجي أمي وأقول لي يروح فتسمت يمشي معاملة فذلك ننصح غلب المواطنين وجميع المواطنين بأن يدخلوا على البوابة الإلكترونية إلكترونية لمديرية المرور العامة ويحجزون سواء كان بيع وشراء تجي لأول مرة أو أي مراجعة أخرى لمديرية المرور العامة وهذه طريقة حضارية وأيضاً تغتسل التعب للمواطن يراجع مرة واحدة بدل ما يراجع عدة مرات وتوسط بينما هذا راح ينحجز لموعد معين يجي على الموعد ماتت ونجز مع ماتت في نفس اليوم ولإستيعاب أعداد المراجعين حددت ساعات العمل لاستقبال طلباتهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً مع التجديد على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية الصحية للحفاظ على سير العمل الذي أدى توقفه إلى تراكم الآلاف من المعاملات في كل موقع من مواقع المديرية الملاحظة الأولى هي إحنا راح نستقبل فقط تسجيل أول مرة مو كل أنواع المعاملات هاي بالفترة الأولى إن شاء الله أعداد المواطنين طبعاً المواطنين فقط اللي راجعوا ضمن البوابة الألكترونية للمرور العامة الموقع الرئيسي أو الرسمي بالأنترنيت عدهم أرقام مراجعة راح يتوجهون راح ينطوهم يعني ضمن الحاسبة اللي بالاستعلامات راح يعرف التسلسل المالتايا يوم راح يراجع فلذلك راح يجينا يعني ما لا يقل عن 250 مواطن أو 250 معاملة يومياً إلكترونياً تعاود مديرية المرور العامة العمل من جديد بعد توقف دام لأشهر وتدع المواطنين إلى بدء الدخول عبر بوابتها الإلكترونية للحصول على أرقام المراجعة لضمان حقهم في إكمال المعاملات الرسمية إلا أن ضعف خدمة الأنترنت تسبب بحالة من القلاق وسط زخم المتقدمين من داخل إحدى مواقع مديرية المرور العامة في بغداد ندى المرسومي التغيير